لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لإتصلكم أحدث الفيديوهات قناة محمد بالي للتقنية كما لا تنسوا التفاعل في الفيديو كيف حالكم صارتكم مكفيف في هذا الفيديو جماعة أحكيكم عن حل مشكلة شائعة لكواتنا إحنا لما نشتري جهاز جوال وبعد فترة نيجي لبنبيعه الشخص اللي يشتري منا هذا الجهاز بإمكانه أنه يتطلع على الصور والملفات الخاصة فينا كيف إحنا بعد ما نعمل فورمات للجهاز نيجي لكم نبيعه نعمل له طبعا استعادة ضبط المصنع أو فورمات لما نيجي لنبيع الجهاز حتى بعد الفورمات بنظل الملفات موجودة على الجهاز في برامج ممكن الشخص اللي بيشتري الجوال ينسلها وهاي الملفات ترجع عن طريق هاي البرامج وبيقدر هيك يتطلع على الصور الخاصة فينا والملفات التبعين طبعا حل هاي المشكلة سعر ووسيق إيش بنعمل؟ ننشغل كاميرا الجوال ونغطي الكاميرا وهيك بطلع عنا فيديو بشاشة صودة تتخزن على ذاكرة الجوال ننخلي الكاميرا شغالة حتى تتعبى الذاكرة طبعا هاي الطريقة ممكن تاخد وقت ممكن تاخد أربع ست ساعات أو ممكن ثمان ساعات حسب الذاكرة اللي عنا وإذا إحنا ما منحب نستنى لخطر طويلة في طريقة أسرع وأسهل إني بشبك الجوال في جهاز الكمبيوتر وبعدها بصير أنا أختار الملفات اللي بدي أخزنها على الجوال من جهاز الكمبيوتر أي ملفات بتكون عامة وما بتهمني إنه أي حدا يطلع عليها فباخدها في جهاز الجوال مثلا ملفات قرآن لو أي حدا تطلع على ملفات القرآن ما عندي أي مشكلة أو أي ملفات أنا ما بحتاجها مثلا باخد ملفات من أي لعبة كبيرة عندي على الجهاز أو ملفات بتكون غير مهمة عندي وبخزنها على ذاكرة الجوال بعد ما أقوم أنا فرمضته وأخدت الملفات المهمة من الجوال وهيك برضو الشخص اللي بيشتري الجوال ما بنده بيطلع على الصور والملفات الخاصة فيه زي ما يحكم شاكين هنا أنا شغلت الكاميرا بغطي الكاميرا وبتكون تسجل فيديو وهيك بكون أنا نصحت الصور والملفات اللي ضلق على الجهاز بعد الفرمات وبخزن محلها ملفات فيديو أنا صورتها بشاشة صودة طبعا بكون الموقع الصوت عشان ما يطلع صوتي أثناء القسوين هاي هي الطريقة الأولى لكن الطريقة الأولى ممكن داخل وقت كثير وإذا أنا كنت مستعجل ببطر إني أشبك الجوال في الجهاز التمبيوتر وطبعا الطريقة الثانية أسرع لأني أنا بخزن الملفات مرة واحدة ما بنتظر الكاميرا تعبيت الذاكرة الحين بفجيكم الطريقة الثانية زي ما إحنا شايفين هون أنا شبكة الجوال بجهاز الكمبيوتر لاحظوا حطب على ذاكرة الجوال ملفات قرآن أو ممكن أخط أي ملفات تانية عامة لو شافها لاشترى الجهاز ما بتأثر يعني بتكون ملفات غير خاصة لاحظوا كيف حطيت هنا ملفات قرآن كريم لو اللي اشترى الجهاز مني نزل البرنامج اللي بيسحب الصور بعد ما أنا بكون فرمت الجهاز راح يلاقي ملفات قرآن كريم وهيك بتكون صوري وملفاتي الخاصة كلها النصحت واللي اشترى الجهاز ما راح يقدر يشوف أي ملفات خاصة إليه باطمنى يكون الفيديو عجبكم لا تنسونا بالشير واللايك والسبسكرايب واستنونا إن شاء الله في الفيديوهات الجاي إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات خطوها في خانة التعليقات لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لإتصلكم أحدث الفيديوهات قناة محمد بالي للتقنية كما لا تنسوا التفاؤل منكم وتفعيل زر الجاب والتعليقات ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا